معمول التمر عبارة عن 50 جرام من الزبدة الليينة كباية سكر بودرة كباية وربع من النشا معلقة كبيرة من الخميرة خميرة الخبز طبعا وعندنا 4 أصفار بيد أصفار البيت بس مش هنستعمل البياض عندنا معلقة صغيرة من الفانيليا 3 كباية من الديه يكون منخول عشان المعمول يبقى جاهز معنا وعندي كمان 3 معالق كبيرة من اللبن البودرة الحشوة بقى هنحشيها عايزين وسادة هنعملها سادة عايزينها محشية هنعملها محشية هنعملها عبارة عن معجون التمر الطري بالشكل ده بيبقى معي طري جدا يعني بيبقى هاش وطري قوي 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 فوق ما ممكن تتخيلوا لو ما عندناش طري بناخد البلح بتاعنا بنسلقه شوية يعني حوالي 20 دقيقة بعد كده بنصفيه من الميا تماما وآخر حاجة بنعملها بنقوم مسكينه وتحنينه كويس قوي من غير قشرة طبعا بنحاول نشيل قشرة على قدة ما نقدر والبزر بتاعنا والنعمه خالص بالطريقة دي ويبقى معانا المعجون بتاعنا جاهز عندنا كمان معاقرفة وميت زهر وقرنفل وسكر بدرة للتزيين خلينا نتكلم عن كذا نقطة لأول في المعمول عشان ينجح معانا أول حاجة الزبدة البيض لازم يبقى معانا برا ممكن أعمله بسميد كمان يعني براحتي خالص ممكن أعمله بالدقيق والنشا ممكن أعمله بدقيق لوحده يعني إحنا اللي بنتحكم في المكونات بتاعتنا وكل بلد بتختلف عن التانية بالمكونات بتاعتها إحنا النهاردة لازم يبقى معايا عشان نزبط المعمول وأقول هو طالع معايا مزبوط لازم يبقى معايا المكونات دي طريق أي مكون بيخرج من التلاجة لازم يبقى معايا طريق طيب نقطة تانية عايزة أحشيه بالملبن عايزة أحشيه بالعجوة عايزة أعمله سابة عايزة أحشيه بالمكسرات براحتي خالص الملبن بجيب شوية ملبن وأعمل أقطعه مربعات وحشيه العجوة بنحضرها أوريكم إزاي وبنعجنها ونخليها كور نشكلها ونحضرها عندنا قبل ما نعجن العجينة كمان عندي نقطة تانية النقطة التانية اللي هي إيه يا زوزو النقطة التانية اللي هي لو المكسرات المكسرات هرمشيها حاجة بسيطة مضف لهاش أي إضافات أرجوكي حشيها بس بالشكل يعني أنت تتحكمي في الشكل اللي أنت عايزاه دايما المعمول درجة السوا بتاعته 180 اللي صانية لما باجي أدخلها بدخلها في النص لا هي فوق ولا هي تحت لازم نتكلم عن النقطة دي عشان تبقى معانا حلوياتنا جاهزة نعملها بأمان بسحب بحب لولدنا ندها لهم لأهل بيتنا يعني نبقى حاجة احنا عاملنا خصوم في الظروف دي خلينا نعمل كل حاجة في بيوتنا وهتبقى معانا شهلة قوي وحلوة قوي 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 كمان باخد المكونات النشفة بتاعتي وعلى فكرة ما فيهوش حكاية يعني ورواية واللي مش هنعرف نعمل وحط ده قبل ده على فكرة نهائيا الكلام ده هوريكم أناخد ايه؟ بناخد كل المكونات الجافة السكر النشا والدقيق بتاعي الخميرة بتاعتي بحطها من دلوقتي كده مكوناتي الجافة خلاص تقليبة بسيطة بسم الله طيب بقلبها تقليبة بسيطة زي ما حضراتكم شايفين لا أقل ولا أكتر وهاخد الفانيليا مع ايه؟ مع الزبدة اللي المفروض بصوا بصوا طرية ازاي؟ طرية جدا يعني أنا لو حطيت فيها أسباعي بالشكل ده شايفين ازاي؟ بالشكل ده خرجيها قبل نص ساعة من التلاجة قبل ما تشتغلي بيها هحضري حكتك الأول ونحضر المرشم أو اللي هو المنقاش بتاعنا اللي هنشغل فيه وهتبقى معاكم حاجة حلوة جدا السراحة الأحلى بقى إنه فعلا بيبقى معانا حلو بيبقى معانا مظبوطة قوي اهو حطيت الزبدة وهحط معاه البيض لا واحدة واحدة ولا الزبدة الأول كله مع بعضه وابتدي أعجن فيهم أول ما بنخليه بالشكل اللي هنشو شايفينه ده خلاص الزبدة شايفين بصوا زي الرملة بالطريقة دي هبتدي ألم فيه بالمية أو بالحليب بس كده لا أقل ولا أكتر هبتدي ألم بالمية ناس كتيرة جدا هتقول إنه الموضوع هيبقى صعب قوي وإنه زي يا مية يا زوزو احنا بنعمله بس بال بنعجنه بس بالسمنة لا اعمليه بنفس الطريقة وفيه ناس بتعمله بالمية وفيه ناس بتعمله بالحليب اعمليه بنفس الطريقة دي أرجوكي وقليلي رأيك في المعمول عامل إزاي معاكي أوكي عجنتي الحلوة بقت معايا تمام وهشة وطرية وعايز أخذ كل 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 حاجة كل حاجة بصوا بابتدي أخذ آخر عجنة بإيدي بسيط كده الحق ليه عشان نعم العجينة بتاعتي بتاعت المعمول شايفين منظرها إزاي اهو كده وخليها بالشكل ده ترتاح معايا شوية حلوين يعني بأخذ العجينة بتاعتي وخليها ترتاح أغطيها واسبها ترتاح وده من الأساسيات والحاجات الضروري جدا أننا نريح العجينة بتاعتنا طيب بعد ما بنريح العجينة بنيجي بقى للحشوة اللي عندنا اللي هي العجوة بتاعتي معاها مية الزهر معاها قرنفل والكيكة بلد شوكولات موجودة يا أحلى عاصي في الدنيا والقرفة بتاعتنا وسكر البدرة عشان نزين به نرشل وعايزين وسادة بنسيب وسادة من غير أي حاجة نهائية وهاجل المكونات بتاعتي دي هتتعجل معايا على طول لأنه إيه؟ لأدية لا محتاجة عجين ولا كبة ولا أي حاجة بقدينا هنخلطها حلوة قوي وهنتأكد إنها بقت معانا تمام وخدنا كل طعم مية الزهر والقرنفل والقرفة طعمناهم ممكن تزود شوية مستكة يعني ندقها كده تبقى معانا نعمة عايز أقولكم بصراحة الحلويات دي بحر وعالم وحاجات حلوة قوي بتتعمل فيه فخلص شايفين أهو بقت عندي تمام أبتدي أعمل إيه؟ أبتدي أخذ بالشكل ده فباخد دي بحطها في شوية دي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده أهو والعجينة أهم حاجة شغلوا لي بها وهي مرتاحة وابتدي أعمل كده أهو والعجوة بتاعتي زي ما انتوا شايفين أهو عملناها بالشكل ده واخد دي أعملها كده فيه أشكال كتير ممكن تعملي عارفين العصارة اللي بنعصر بيها البرتقون واللمون اللي هي اليدة والزغنطوطة دي بس تكون مفرغة من جوة يعني ما فيهاش حاجة وابتدي هنا أضغط المعمول بتاعي وخلاص أهو شايفين منظرها بالشكل ده لازم العجينة تخليها تنشف منك بصوا كل ما بيطول وقتها بصوا بتبتدي تنشف مننا أحلى وأحلى وأحلى بتبتدي تقطعها أصعب نعملها بالشكل ده الفرن شغال على درجة حرارة 180 هاخد الدايرة بتاعتي أبتدي أضغطها هنا كورة بعملهم كور ممكن تريحوا نفسكم وتعملوهم كور أخد العجوة أحطها بالشكل ده في المرحلة دي ممكن بقى أحط ملبن مكسرات أحط اللي أنا عايزها أهم حاجة وأنا بقفل العجوة لو طلعت مني سوري العجوة لو طلعت مني بره هتبه هدل الدنيا لأنها سكروا فيها أساساً المية الزهر فهتطلع المية بتاعتها كلها ونفغنا عندها وهعمل كده على درجة حرارة 180 هتخد لها 10 دقايق مش أكتر من كده ترجمة نانسي قنقر